خلينا نروح نستقبل من خلال أبليكيشن زوم الروائية والمترجمة الأستاذة نوها الشازلي اللي ليها أعمال أدبية مترجمة مميزة جدا زي كتاب أقرأ الناس كأنهم كتاب وده للكاتب باتريك كينج ورواية كل صيف تلاه أو Every Summer After وده للكاتبة كارلي فورتشن أهلا بحضرتك أستاذة نوها أهلا بيكي أهلا بيكي من ورانا من خلال أبليكيشن زوم في يوحكى أنا شكرا شكرا جدا أنا مبسوطة أن أنا معاكي النهار إحنا كمان مبسوطين بوجودك معنا جدا ولما بتيجي تترجمي نص أدبي إيه أهم المعايير من وجهة نظرك أستاذ نوها اللي بترعيها في ترجمة حضرتك تمام أهم حاجة أهم حاجة باهتم بيها هي أن أنا أنقل أسلوب الكاتب زي ما هو في بعض المترجمين بيترجموا بأسلوبهم هما بيبقى أسلوب المترجم هو اللي طابي أنا بحاول أن أنا أبعد أسلوبي تماما أسلوب المترجم أصغيره على قد ما أقدر ثاني حاجة الله اللغة اللغة مهمة جدا يعني اللغة الإنجليزية فيها مستويات كتير في زي لغة شكسپير مثلا اللغة الإنجليزية القديمة وفيه لغة الرواية الحديثة اللي هي كأني زي ما بكلمك دلوقتي كل ده حاجات أنا يعني هتلاقي إن كل كتاب أنا ترجمته هتلاقيه اللغة العربية اللي فيه مختلفة عن الكتاب التاني يعني مستوها مختلف أو الفصاحة بتاعتها هتلاقيها مختلفة ده على حسب الكاتب هو أصلا كان كاتب إزاي الرواية أو العمل الأدبي جميل، إيه أهم التحديات اللي بتواجهك من خلال الترجمة؟ بصي كل رواية لها يعني لو رواية قديمة لها حاجات زي ماركت وين مثلا كان التحدي اللي في الرواية دي إن ماركت وين مستخدم لغة الحوار بلغة العبيد بتوع زمان فكان كاتب الحوار يعني كاتب الحوار الجرامر كله كانوا هم بيتكلموا أصلا بدون جرامر لإن العبيد وقتها ما كانوا مش متعلمين فالجرامر كله غلط وكان الكلمات مثلا نقصة حروف كتير جدا فأنا عشان ألاقي أعرف الكلمة دي كان أصلها إيه كنت بتعب قوي يعني ده التحدي اللي أنا قابلته في رواية ماركت وين لكن الروايات الجديدة الحديثة اللي لسه نزلة زي ما كنت بتقولي في المقدمة إن في ألفاظ وكلمات عندهم إحنا لما بنجي ننقلها للعربي بتبقى ترجمتها ممكن يبقى ما فيش ليها ترجمة بالعربي وممكن كمان تبقى ترجمة ليها ترجمة بالعربي بس قديمة قوي فهتبقى مش لايقة على روح النص وروح الرواية الجديدة الحديثة اللي موجهة مثلا للمراهقين زي مثلا كلمة موبايل مثلا دي أبسط مثال كلمة موبايل دي مش كلمة عربي بس في رواية جديدة أنا مش هحب أقول هاتف محمول أو هاتف دوال بالزبط مش هتبقى ليقة قوي على روح الرواية فدي حاجات بنبقى بنعد نفكر فيها نكتبها إيه ده مثلا بسيط طبعا لكن فيه أمثلة بقى كتير قوي على حاجات زي كده صحيح اختلاف الثقافات أحيانا كمان بيفرد نفسه أكيد في الرواية يعني ممكن يكون في بعض الثقافات مقبولة في مجتمعات مش مقبولة في مجتمعات تانية فيه آه طبعا ثقافات يعني لما بنجي نترجم حاجات بيبقى فيه حاجات فيه ثقافات عندهم مش مقبولة عندنا وده بيعمل مشكلة برده أكيد وفيه آه بنحاول أن احنا نتجنب ده أكيد طيب أستاذة نوحة أقولي لي إيه أكتر أنواع الأدب اللي بتكوني حريصة على ترجمته لو أنا اللي هختار الكتاب اللي هترجمه أنا بحب أختار كتاب مش مترجم قبل كده لأن في مترجمين كتير بيترجموا حاجات مش مترجمين كتير قصدي الدور نشر بيترجموا العمل كتير يعني يبعمل الترجم قبل كده مئة مرة وبيختاروا أن هم يترجموا برضو لأن الكاتب معروف وبيبيع وكده أنا بحب أن أنا أترجم حاجة ما تترجمتش قبل كده خالص وبحب أنها تكون شايفة أن فيها أهمية أنها تتنقلها للقارئ العربي ويتعرف عليها ويقراها ده لو أنا اللي هختار وفي الأغلب أنا بحب دور النشر هي اللي تختار يعني هم بيكونوا جايبين هم الكتب ويقولوني إحنا عايزين كنت تترجم الكتاب الفلاني فتميم لكن لو أنا اللي هختار بأختار كده جميل أنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة من خلال زوم وإن شاء الله المرة الجاية تكون يمنورانا في الستوديو شكرا لكي جدا شكرا أنا أسعد مرسي أستاذ نوه الشازلي المترجمة اللي كانت طبعا دفتنا دلوقتي من خلال أبليكيشن زوم في أول فقرة معاكم في يحكي أنا